السلام عليكم أحبائي في الله مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد والذي سيكون أعتقد أنه لأول مرة نتطرق إليه في العالم العربي وهو موضوع الفم توسيل فماذا نقصد بالفم توسيل ما هي أنواعه دوره إلى غير ذلك طبعا في حلقة اليوم لن أتطرق إلى أمور تقنية بكترة حتى يسئل الفهم على جميع المشاهدين فماذا نقصد بالفم توسيل فم توسيل هو عبارة عن جهاز يمكن استخدامه من طرف المستخدمين العاديين مثلي وميكروكا يمكن أن يتم استخدامه من طرف الشركات ويمكن كذلك أن يتم استخدامه من طرف شركات الاتصال يعني الشركات التي نشترك بها من أجل القيام باتصالات هاتفية طبعا دور هذا الجهاز يتلخص في كون أنه يمكنك من حل عديد من المشاكل التقنية المرتبطة طبعا بالاتصال الهاتفي فأولا هو يحل مشكلة التغطية وأعطيك على سبيل المثال نأخذ فقط مثال المنزل يعني بعيدا عن الشركات إلى غير ذلك فنأخذ فقط مثال المنزل مثلا في منزلك عندك بعض المناطق في منزلك أو بعض الأماكن في منزلك يكون يعني الإشارة جيدة أوكي ولكن في بعض الأماكن الأخرى من منزلك تجد أن الإشارة ضعيفة جدا وحتى أنك لا تتمكن من عمل اتصال هاتفي خلاوي فالفيم توسل يحل هذه المشكلة لأنه عندما تقوم بتركيب فيم توسل يعني يصبح الفيم توسل كبرج اتصال صغير في منزلك أوكي يصبح كبرج اتصال صغير في منزلك يعني هذا يجعل أنه يعني يقوي إشارة الاتصال الهاتفي بالتالي تتوفر على جودة اتصال أفضل ثم يتم تركيب هذا الفيم توسل مع البرودب أو مع الروتر مباشرة يمكنك تركيبه مع الروتر مباشرة والاتصال الهاتفي يصبح أو اتصالك الخلوي يصبح اتصال عبر الفو اي بي أو اتصال عبر ال 아이 بي ويتم إرسال هذه الاتصالات الهاتفية مباشرة إلى شركة الاتصال عن طريق الأنترنت إذن ماذا يدل هذا الأمر؟ يدل أولاً على أنه عندما نقول إرسال واستقبال الاتصالات الهاتفية عن طريق الفيم توسيل يعني أن جودة في الاتصال جودة في الصوت غير الاتصال المباشر مع أبراج الاتصال الموجودة في مدينتك فطبعاً كما قلت الفيم توسيل يحل هذه المشكلة بجدارة يعني بقوة فهذا هو المشكلة الأولى التي يحلها الفيم توسيل هناك المشكلة الثانية التي يحلها الفيم توسيل وهي مشكلة كفاءة الشبكة فطبعاً عندما نستخدم الفيم توسيل فهنا نحل مشكلة أخرى وهي مشكلة الاكتضاد أو كف يعني الاكتضاد على الشبكة فكما تعلم عندما نتحدث عن المناسبات الدينية أو الأعياد غالباً عندما ترغب في مباركة العيد تجد أن الخطوط مشغولة أو يقول لك أن الشبكة مشغولة المرجو المحاولة لاحقاً لماذا؟ لأن جميع القنوات تكون ممتلئة أو متلئة لا يمكنك عمل اتصال ويجيب عليك الانتظار مع الفيم توسيل هنا نحل هذه المشكلة لأنه في بعض الأماكن التي يكون فيها اكتضاد سكني كبير يمكن تركيب الفيم توسيل من أجل إرسال واستقبال يعني المكالمات الهاتفية عن طريق طبعاً عن طريق الاتصال الخلاوي ويتم إرسالها مرة أخرى من الفيم توسيل إلى شركة الاتصال عن طريق الأنترنت يعني يتم استقبالها هكذا طريق خلاوي اتصال خلاوي ثم يتم تحويلها إلى حزمة بيانات يتم إرسالها مباشرة إلى شركة الاتصال وهكذا نحل مشكلة الاكتضاد طبعاً هذه مشكلتين أساسيتين يحلها الفيم توسيل الآن طبعاً بعد أن فهمنا دور الفيم توسيل وسأحاول يعطي تعريف هكذا الفيم توسيل هو عبارة عن جهاز أو عدة أجهزة تقوم بتحويل الإشارة أو تحويل اتصال خلاوي إلى اتصال عبر IP ويتم إرساله مباشرة إلى شركات الاتصال عبر جهاز أو عبر الانترنت إذن هذا هو التعريف الذي يجب أن تأخذوه في أدهانكم جيداً الآن نقول ما هي أنواع الفيم توسيل؟ طبعاً هناك عدة أنواع الفيم توسيل وتختلف هذه الأنواع من حيث الاستخدام فلدينا النوع الأول وهو الفيم توسيل الذي يستخدم دول الاستخدام المنزلي الذي يمكن أن نستخدمه في المنزل كما أشرت في المثال فهذا الفيم توسيل هو فيم توسيل يتميز بأربع قنوات أو يوفر أربع قنوات ماذا أقصد بفيم توسيل يوفر أربع قنوات؟ الفيم توسيل دول الاستخدام المنزلي الذي يوفر أربع قنوات يعني يتيح لك أربعة أشخاص يمكن أن يتصلوا في نفس الوقت بدون مشاكل يعني يمكن أن يتصل أنت يتصل أخوك أمك وأبوك في نفس الوقت لن تجد مشاكل في الاتصال يعني أربع قنوات مفتوحة لإرسال واستقبال الاتصالات جيد هذا النوع الأول لدينا النوع الثاني وهو استخدام الشركة فالشركة كذلك تستخدم الفيم توسيل مثلا من أجل حل مشكلة ضعف الإشارة كما أعطينا في مثال ضعف الإشارة أو ضعف كذلك القدرة قدرة الشبكة على تحمل العدد الكبير من أعلى الاتصالات كما أعطينا في الأمثلة السابقة طبعا هذا النوع من الفيم توسيل هو نوعا ما حجمه أكبر من الحجم الأول وشكله مغير للحجم الأول طبعا لم أعطي تعريف للحجم الأول الحجم الأول من هذه الفيم توسيل ذو الاستخدام المنزلي هي شبهة بجهاز الروتن قريبة من جهاز الروتن فقلنا هذه الفيم توسيل التي تستخدم والتي موجهة خصيصا للشركات فهي تستخدم عدد قنوات يتراوح من 8 إلى 32 قناة يعني ما أقصد بذلك أنه يمكن القيام ب8 اتصالات دفعة واحدة يعني عندما أقول قيام باتصال قيام واستقبال اتصال هاتفي دفعة واحدة يعني من 8 إلى 32 قناة يعني يمكن عمل 8 اتصالات 9 اتصالات 10 إلى 32 اتصال دفعة واحدة لا مشاكل هناك نوع آخر من الفيم توسيل وهذه الفيم توسيل تستخدمه شركات الاتصال حتى هناك شركات اتصال التحدث هنا عن المغرب تستخدم هذا النوع من الفيم توسيل وهو الذي طبعا يتمتع أو يتميز بعدد قنوات كبير جدا مقارنة مع الأنواع الأخرى وهو شكله يكون يعني يمكن ملاحظته يكون شكله يعني عبارة عن طاور عبارة عن برج وطبعا هذه الفيم توسيل تستخدمه كذلك الشركات من أجل حل مشكلة مشكلة أولا التغطية توفير خدمة اتصال جيدة يعني يكون جودة الاتصال جيدة حتى الصوت تسمعه يكون جيد جدا يعني هذه هي الاستخدامات كما تستخدمه كذلك في تقوية إشارة 3G وال4G يعني من أجل تحسين الاتصال عن طريق الهاتف أو اتصال الانترنت عن طريق الهاتف جيد طبعا ما دون أننا نتحدث عن الفيم توسيل ونقول على أن الفيم توسيل دائما أؤكد أن الفيم توسيل يقوم بتحويل إشارة الراديو إشارة الاتصال الخلوي إلى إشارة رقمية عن طريق الوائي بي فهو معرض كذلك إلى عديد من المخاطر فهو معرض أولا إلى سنيفن أو يعني نقول أنه معرض إلى الشم مدام أننا نتحدث عن بيانات رقمية إلا ويمكن اعتراض هذه البيانات الرقمية ويمكن يعني تحليلها واستخراج معلومات حساسة بطبيعة الحال إذن أتمنى أن سامر القلب أنا قد وضحت موضوع الفيم توسيل أنك أصبحت تعرف ما هي استخدامته أنواعه وكذلك دوره وإذا عجبتك موضوع حلقة اليوم أو إذا كنت مهتم بهذا الدرس فيمكنك أن نقع زر لايك فقط لكي أعرف أنك يعني أعجبك موضوع اليوم غير ذلك أضرب لك موعد إن شاء الله في درس الغد وإلى ذلكم الحين دمتم في أمل الله ولا تنسوا دائما متابعتنا عن مدونات المحترف www.tshipprofessional.com هناك المزيد من التدوينات المكتوبة يمكنك كذلك الاتحاق بنا على صفحة فيسبوك كأضخم قناة أو قد كأضخم صفحة تقنية في الفيسبوك أضخم صفحة تقنية عربية وفي هذه الوقت لا تنسوا أن تنقر على زر صفحة تقنية إلى أزل من نصف مليون مشترك إلى اللقاء